بعد يوم من الموعد المفترض لوقف إطلاق النار لا تزاد الحرب على أشدها فيما يبدو أن ذلك الاتفاق ولد مية ولا يمكنه التحقق في هذا التوقيت وبالطريقة المطروحة رفض الحكومة الشرعية لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي ولا تأعلن فيها عن التواصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين التحالف ومليشي حوثي وقوات الرئيس المخلوع حكم على هذا الاتفاق بالموت قبل أن يرى النور باعتباره اتفاقا لا يعنيها بحكم عدم التشاور بشأنه معها أو أخذ مطالبها بعين الاعتبار الخارجية الأمريكية عدت في وقت لاحق لتشرح موقفها على أمل إنقاذ الاتفاق والمضي فيه مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن اتفاق سلام يستثني الشرعية ومطالبها باعتبارها أساس السلام والدائم الرئيسي له خلال مشوار المحادثات المتحدث باسم قوات التحالف العربية الدائم لشرعية في اليمن أكد استمرار العمليات العسكرية للتحالف مشيرا لأن ذلك يأتي استجابة لموقف الحكومة الشرعية التي لم تعلن إنقاف الحرب حتى اللحظة أما المندوب السعودي في الأمم المتحدة فقال إن السعودية لن تلتزم بهدنة إطلاق النار التي أعلن عنها كيري إلا إذا طلبت الحكومة اليمنية ذلك الأمم المتحدة وبعد فشل مبعوثها الخاص إلى اليمن في تحقيق أي اختراق يذكر على المسار السياسي للأزمة اليمنية صارت تعاول على جهود الخارجية الأمريكية وضغوطها على أطراف الأزمة في التواصل إلى اتفاق ينهي الحرب في البلد تصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق التي طالب فيها جميع أطراف الصراع في اليمن بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وفقا للاتفاق الذي أعلنه كيري تشير لعجز الأمم المتحدة وانحسار دورها في الأزمة اليمنية التي يبدو موعد نهايتها غير قابل للضبط أو التخمي ترجمة نانسي قنقر